في ايطار اعتزاز البلدين الشقيقين بالعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بينهما تأتي زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الى مملكة البحرين في سياق جولة يقوم بها الرئيس المصري في عدد من دول المنطقة زيارة تحمل معها ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط مشتركة وعلاقات متميزة اضافة انها تعد تعبيرا عن اعتزاز الجمهورية المصرية قيادة وشعبا بمواقف مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة الدعمة لمصر وللقيادة المصرية على الدوام وفي كافة المواقف وقد تمثل هذا الدعم جليا في مشاركة جلالة الملك المفدة في العديد من المناسبات التي اقيمت في مصر ومن ابرزها مشاركة جلالته في المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس الماضي ثم في القمة العربية التي احتضنتها ذات المدينة اضافة الى مشاركة جلالته في حفل افتتاح قناة السويس في شهر اغسطس الماضي في المقابل فان مملكة البحرين تستقبل اليوم ضيف البلاد باعتزاز متبادل بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق تجاه مملكة البحرين وامن منطقة الخليج العربي ودورها الريادي الكبير في خدمة الامة العربية والاسلامية ونصرة قضاياها العادلة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ان الزيارات واللقاءات الودية المتبادلة بين قيادتين البلدين تبشر بان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التلاحم بين القيادتين والشعبين البحريني والمصري الذان تجمعهما دوما مشاعر الاحترام والتقدير المتبادل كما يعول كثيرا على هذه الزيارة لان تشكل دفعة قوية للمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين مملكة البحرين ومصر على كافة المستويات